بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء ايوة يوم السبت ده بيبقى مليانين نشاط ومليانين التحمس لان احنا بنيجي في اول الاسبوع ومعانا شنطة السعادة شنطة السعادة اللي بندخل بيها على اصحاب السعادة سواء المقبلين على الزواج او اللي بيجددوا الحياة الزوجية ومناسب او او ان نتكلم عن مهار اللي عن نتكلم عليها النهاردة وخاصة ان مؤظمنا في بداية دخول العام الجديد بيفكر بشكل كبير جدا جدا في العام الماضي وايه اللي حققه في العام الماضي ومحتاج يغير ايه في حياته في العام المقبل عشان يبقى شكل شخص افضل وانجح وخاصة في علاقة الزوجية وعشان كده قلنا نتكلم النهاردة عن مهارة في غاية 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 الأهمية لعلاقة الزوجية وتتناسب مع بداية العام الجديد وهي مهارة تطوير العلاقة الزوجية هي العلاقة الزوجية بتحتاجي لتطوير اكبر مشكلة ممكن تقابلنا في الجواز ان هو ما يتطورش ليه طيب لان التطوير بيعني ان الحب لسه فاضل ان الشغف لسه فاضل ان احنا كمان عايزين نفضل مع بعض فكرة المصير المشترك وان احنا عايزين الجواز ده يدوم ويبقى احسن هو اللي بيخلينا وبيكون الحافز دينا عشان نطور الحياة الزوجية وعشان نقدر نطور علاقتنا لازم الاول نعرف شكل علاقتنا ايه يعني على علاقتك بشريك حياتك توصفها بان هي علاقة بين اتنين صحاب ولا بين اتنين احباب رومانسيين ولا بين اتنين بيتشاركوا بس في السكن يعني اتنين واخدين مع بعض شقة مشتركة زي ما بيعملوا في المدينة الجامعية وهكذا وده بيحوضح لنا عمق العلاقة وهي مبنية على ايه ايه فلسفة العلاقة والعلاقة بتعتمد على ايه ولذلك رسول الله سلم لما قال للسيدة عائشة كنت لك كأبي زارع لأم زارع الا انني لا اطلقه قوي يعني رسول الله بيقول له العلاقة من جهتي مبنية على اننا سندك واننا حماكي واننا حبيبك كل الاوصاف دي كانت موجودة في ابي زارع فقال لا كنت لك كأبي زارع لأم زارع الا انني لا اطلقك ولازم نعرف كمان شكل التحديات في كل شكل من هذه الاشكال هل فيها شيء من الوالدية او السيطرة او الهروب من المسئولية والاعتمادية او العزوبية ما فيه زوج واسم الزوج العازب وهل هي علاقة غير مستقلة عن اسرة المنشأ او علاقة هامشية في الحياة يعني علاقة كده على الهامش وبقية الحياة زي ما هي كده مع الاصحاب ومع الاصدقاء او علاقة بنعوض فيها احتواء احتواء عن ما حصلتوش في اسرتي فتبقى العلاقة مبنية على الاحتواء البديل هنا بقى كتير من الازواج بيدخلوا الجواز وهم مش عارفين ان هم يجب عليهم ان هم يودعوا نسخوتهم القديمة النسخة القديمة اللي كان عايش فيها في بيت اهله واستقبلوا نسخة تانية اكثر نضوجا وتفاعلا اول ما بتقفل علينا باب الشقة احنا الاتنين دي احنا كده خلاص سطبنا الفرجن الجديد بتاع حياتنا احنا بقينا اشخاص تانين على فكرة ما نخافش احنا رحين بكل امكانياتنا بكل خبراتنا بكل سعادتنا لكن الشخص اللي بيصر ان هو 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 هيفضل احتمال كبير يبقى هو الزوج العازم يبقى احنا لازم نتطور يبقى اول علاقتنا بالجواز بتبقى اول عتبة قبل ما ندخل عتبة الجواز اول ما ندخل العتبة لعتبة الجواز دي عتبة البيت دي بيبقى كل واحد فينا ابتدى مرحلة التطوير الحياتي فتطوير الزواج ده مرحلة مصاحبة لنا كوفية طول الجواز فالزواج انتقال من مرحلة الانا الى مرحلة نحن فبينبقى نحن فاللي انت كنت فيه وبتعمله في حياتك وانت غير متزوج ما ينفعش تستمر فيه بعد الجواز يعني ايه مش عبقى سعيد يا سيدي لا ما تفهمش غلط انا عايزك تفهم صح انت هتنتقل الى مرحلة ترى فيها الحياة وتعيش نضوج يخلي الدنيا اوسع لانك ما بقتش لوحدك في حياتك لازم تفكر دايما ان انت اتنين مش شخص واحد انما بالنسبة للزيجات بقى اللي بيبقى الشخص معتمد فيه على انه هو مركز العلاقة فتبقى ديه زيجات قلنيه وبالنسبة للزيجات اللي اتمنت على الحب فهي كمان محتاجة تطوير لان الحب علاقة مختلفة تماما عن الجواز الحب خالي من المسئولية احيانا واحيانا بيبقى الحب ده بيكون عشان اللزة والمتعة والفرح لكن احنا هنعيش حياة والحياة مش لزة ومتعة وفرح بس الحياة كمان وسع وجمال وسعادة كل ده كمان موجود في الحياة الحياة مستقبل فالحياة كلمة والزواج اوسع علاقة ممكن تعيشها وعشان كده مش هنبقى بس عبارة عن عصفير حتى العصفير بيبقى لها عشاش حتى الصفير بيبقى لها اولاد فالصورة الغير وقعية عن الحب الجواز بيخليها صورة وقعية فيبقى الحب الحقيقي هو ايه؟ الحب الحياتي اللي بنعيشه وعشان كده بعض الازواج بيحبوا يعيشوا حالة الصداقة مع زوجته فتلاقيهم بيحكوا ليهم اي حاجة وكل حاجة حتى الحاجات اللي مش ممكن تنفع تتحكي لها ما ينفعش يروح يحكي لها ان هو النهاردة اعجب بوحدة ايه خراب ومتصور ان هو كده صديقة ده كده بيوجعها وبيأزيها وبيحسسها ان هي مش مكتفة بيها ولا يتحسسه بان هي حسب ان هي في الحقيقة الشخص ده تكيها لو كان جاليه قبل ما تجاوزك يا هانها ربيض ايه ايه العبثية دي في العلاقة عشان كده بنقول لازم نحدد نوع علاقتنا زوجية وانطورها عشان تكون علاقة نكحة ومتزنة التطوير المستمر للعلاقة والصبر والمثابرة فيها اهم حاجة لازم نعرفها وليه اهمية كبيرة جدا 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 الدراسات بتقول